دانى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح استمرار الإرهاب الممنهج الذي تمارسه مريشيا الحوث الانقلابية بحق المدنيين بمحافظة الحديدة وقص المنشآت الصحية والخدمية والمدنية في المحافظة واستهداف خزانات المياه بمدرية التحاتة وزيادة معاناة سكان المحافظة ودعا فتح المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة للمنظمات الأممية إلى التجاوب السريع مع احتياجات المواطنين وتكثيف المساعدات الإغاثية والإنسانية الشاملة إلى سكان المحافظة وإغاثتهم في أماكن النزوح ومدهم بالمواد الإغاثية والطبية والإيوائية اللازمة وطالب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبأ طالب المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بإدانة الجرائم الوحشية التي تمارسها بحق سكان محافظة الحديدة